طبعا مدينة شرم الشيخ شهدت إطلاق الحوار الوطني للمناخ وده كان بحضور وزيرة البيئة ومحافظة جنوب سينة وعدد من شيوخ القبائل بسينة كل ده تمهيدا لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة الأطراف السبع والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي استعدادات كتيرة لاستضافة هذا المؤتمر وملفات كتيرة بتحضرها مصر لتقديمها قدام العالم لكي يتحمل مسؤولياته أمام ملف التغيرات المناخية دولاش التجهيز اللي احنا مجاهزينه قبل كده ما كناش قدرنا يعني قاعة المنتمرات اللي انتو فيها دي كانت في يوم من الأيام فيها قاعة بشيل ألفين واربع خمس قاعة كل قاعة بتشيل خمسمائة من يوم دي بس بس طيب وبعدين وبعدين جالي البنك الدولي عايز يعمل حاجة ما جي بس عندي قال لي لا انا عايز قاعة تشيل سيكلام عشان راحوا بالي في اندونيسيا وعملوه في اندونيسيا انا غيرت توجهت بالحديث من فبرات العامة وصد الرئيس عشان كده بقى عندنا صرح انا ببدأ من الآخر انا ببدأ من زمان يشتغلش دلوقتي عندنا كارية مؤتمرات وانا فخور فخور اللي بتلتقي فيها الشباب وشباب العالم كله بيجي هنا وموجود بقى قعاط موجود مطعم بس بشيل ألف وخمسمائة موجود أماجن هيتنسب فيها خيمة إضافية موجود القاعة القديمة احنا في القديم دلوقتي الجديد بقى نحية التانية عايز اقول لو لاش ان احنا ما كناش عاملين حسابة ومجهزية وعندن هذه القاعات ما كان ليقام هذا المكتمر في مصر بيش في شرم الشي في مصر لان طبعا الامكانيات الموجودة هنا الحجم الامكانيات الموجودة هنا في بيري نهاردة بمطلق لأول مرة ما يسمى الحوار الوطني لقضية التغيرات المناخية فكرة الحوار الوطني هو ليس فقط رفع الوعي بموضوعات خاصة بتغير المناخ ولكن فكرة ان الكل يبقى مشارك في الاستفسار في الاسئلة في الافكار مصر هتستضيف الدور السبع وعشرين لكمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القاتل ومن هو مطلع بيعرف ان دي اكبر مؤتمرات دولية ولكن ما يهمنا بناءا على تعليمات القيادة السياسية هو المواطن المصري فالمواطن المصري اول دور بنقوم به هو رفع الوعي نقول له الممارسات الصحيحة وان الكل يبقى مشارك مشارك من قبل الشباب الاطفال الكنيسة المسجد النواب البرلمان سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب المجتمع المحلي وكذلك المرأة موسيقى الحوار الوطني بيأتي في وقت مهم جدا لمصر في ظل استضافتها للمؤتمر التغارات المناخية كوب 27 كان فكرة المؤتمر ان يبقى المواطن المصري مشارك او يكون جزء من الحل يبتدي يعرف تأثيرات هذه القضية عليه ايه الجزء او ايه اللي ممكن يعمله كمواطن يساهم في خفض الانبعاثات وحتى يأهله انه هو يكون جزء من حل هذه القضية طبعا المشاركين من مختلف فئات المجتمع شفنا ممثلين من الازهر ممثلين من الكنيسة الصحافة الاعلام طبعا المجلس الشعب النواب في مجلس الشورى فالهدف من الحوار الوطني انه هو يشمل جميع فئات المجتمع طبعا هذه الحوارات مهمة جدا 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 خصوصا في بلورة انواع المشروعات وانواع المبادرات اللي احنا محتاجين ان احنا نطلقها ونوضحها للعالم وبرضو نطلب عنها تمولات معينة تساهم في ان احنا فعلا نتعقلم او نتكيف مع الاثار التغير والمناخ فهذا الحوار مهم جدا 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 لان فيه كل فئة من فئات المجتمع بتبين ايه احتياجاتها بعد ما بتفهم ايه الاثار على التغير والمناخ على سبيل المثال وبنتكلم على موضوع الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدامها مثلا في عملية تحليط مياه البحر عشان يعني نواجه نقص في المياه او تغير او في الجفاف او غيره فمهم جدا الفئات المتأثرة انها تكون موجودة ويكون لها رأي وتعزز حاجة مهمة جدا جدا ايه عولوياتنا اللي احنا بنتناقش فيها مع العالم الخارجي اتجاه الى التفكير الصحيح لا يتحقق الا بطرح الرؤى المتعددة والوقوف على الافكار المتجددة وهذا الامر لا يتحقق الا من خلال حوار مجتمعي بناء يتم فيه الوقوف على الاراء المتعددة ووجهات النظر المختلف وبالتالي عندما اختارت وزارة البيئة الحوار المجتمعي كباب او كوسيلة للمناقشة حول قضية التغيرات المناخية فقد احسنت صنعا باعتبار ان هذا الباب هو الوسيلة المسلى للدول المتحدرة ولدول المتقدمة لان الحوار يأخذ بالانسان الى الرؤى النبيلة الدقيقة الصحيحة التي تصل الى النتائج الايجابية من خلال تبادل وجهات النظر والاستماع الى الرأي والرأي الاخر المؤتمر ده مهم جدا عشان محتاجين تكاتف الجهود وتجهيز البلد لمؤتمر المناخ اللي هتعمل بإذن ربنا في نوفمبر ومش بس كمان مؤتمر المناخ لك لان احنا محتاجين كمان كبلد نشغل مع بعض وزارة وكنيسة وازهر ومجتمع مدني واعلام كل الجهود تكاتف من اجل ان احنا نعيش في حياة افضل وبيئة افضل اشتركوا في القناة